هذا السأل يقول ما هو فضل بر الوالدين وما حدود الطاعة لهما بر الوالدين من أعظم الأعمال من أعظم حقوق المخلوقين بعد حق الرسول صلى الله عليه وسلم حق الوالدين وذاكر ربنا جل وعلا ذكر حق الوالدين بعد ذكر حقه من التوحيد والعبادة في أكثر من موضوع منها قول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال جل وعلا وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا فحق الوالدين عظيم ولما عظم حقهما عظم البر أو الإحسان إليهما فأكد الله ذاك فقال وبالوالدين إحسانا يعني وأحسن للوالدين إحسانا فهذا الأسلوب في توكيد على بر الوالدين النبي صلى الله عليه وسلم سؤل أي العمل أفضل كما في صحيح البخاري أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهد في سبيل الله فقدم بر الوالدين حتى على الجهة في سبيل الله كثير من الناس يخلط بين عقوق الوالدين وبر الوالدين بر الوالدين مما أمرنا به وعقوق الوالدين نهينا عنه فلا يكفي أن تكون غير عاق لوالديك دون أن تبر والديك يعني بعض الناس ما يجبن الشر لوالديه لكن ما يقدم أي معروف لوالديه لا معنوي ولا مادي هذا يصدق على أنه غير عاق لكن لا يصدق على أنه بار بوالديه لابد من برهما وبر الوالدين يكون بما تعرف عليه الناس وهكذا كل أمر في الشرع قمرنا به ولم يحدد شرعا فيكون حده يعود للعرف التصرفات تصرفها فلان بنظر الناس عرف الناس أن هذا يعتبر من البر فهذا هو البر التصرفات تصرفها فلان إذا الناس تعتبرها من العقوق يعتبرها من العقوق فلا بد من الاجتهاد قد استطاع تقديم البر للوالدين وبرهما بما استطعت وبما تعرف عليه الناس بالنسبة لحدود طاعة الوالدين تطيعهم ما لم يأمرك بمعصية لأن لا طاع المخلوق معصية الخالق لو أمرك أن تترك الصلاة أو أن تحنق لحيتك أو أمر البنت أن تنزع الحجاب أو مثلا أمرك بقطعة الرحم قد تكون مرأة بينها وبين أهل زوجها مشاكل في شبابهم وكانوا سبب للطلاق مثلا فتأقولك لا لا تصل عماتك ولا تصل أعمامك ما تطيحها في ذلك بمكانك تصلهم غير أن تعلم أمك فطاع بالمعروف إذا أمرك بمعصية لا طاع المخلوق في معصية الخالق كذلك إذا أمرك بما يضرك إذا في ضرر عليك ما يزمك لا ضرر ولا ذرار كما لو أمرك مثلا تطلق زوجتك وأنت تريده وتعلق فيها وتحبه وعندك من أولاد ورأي شيء يستوجب الطلاق ما يجب عليك أن تطلقهم يعني إذا أمرك بما فيه ضرر عليك أو على الآخرين فلا ضرر ولا ذرر لا يجب عليك طاعتهم في ذلك لكن عوضهم بطاعتهم بما يستحقون فيه الطاعة ثم حتى الرفض لا يكون مباشرة يقول أنا ما أستطيع وهذا ما يجوز ترسلهم من يقنعهم أن الفعل لأمرتني به ما يجوز وأنا ما أستطيع أو يضرني يعني لا تأتي بالمواجهة حتى يفهم من أمامك الوالد أو الوالدة بأنك ما طعت بهذا الشيء لهذه الأسباب الآتية والله المستعد ترجمة نانسي قنقر